آخر معاقل المعارضة الأفغانية يسقط في قبدة طالبان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد يعلن السيطرة على وادي بنشير الواقع شمالي العاصمة الأفغانية كابل لتحكم بذلك سيطرتها على البلاد بشكل كامل هنا يظهر أعضاء من طالبان يقفون أمام بوابة مقر حاكم ولاية بنشير بعد خوضها قتالاً مع جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية بقيادة زعيم بنشير أحمد مسعود بحسب جهود عيان قدروا مقاتلي طالبان بالألاف واشتاحوا ثماني مدريات في بنشير في المقابل قال زعيم بنشير أحمد مسعود أنه في أمان مع اتهامات موجهة للحركة بالعمالة وقتل الشعب الأفغاني هجوم يوم أمس أثبتوا بكل وضوح أن قوى أجنبية موجودة إلى جانب طالبان وأتقفوا في وجه الشعب الأفغاني منذ زمن طويل اليوم أبعث برسالة محددة لشعبنا العزيز أيها المواطنون أدعوكم إلى بدء انتفاضة في الداخل والخارج عام من أجل عزة وحرية وعلو الوطن هذا وما زالت رحلات الإجلاء تنتظر الإقلاع من المدرج في مزار الشريف عاصمة بلخ أربع طائرات مستأجرة على الأقل لإجلاء عدة مئات لم تتمكن من مغادرة البلاد منذ أيام بحسب مسؤولين وفقا لمسؤول أفغاني بالمطار فإن الركاب المحتملين مواطنون أفغان ومعظمهم لا يحملون جوازات سفر أو تأشيرات وبالتالي لم يتمكنوا من مغادرة البلاد يأتي ذلك مع تصاعد الضغط على الولايات المتحدة لمساعدة أولئك الذين لم يتمكنوا من الفرار والتي وعدت من جانبها بمواصلة العمل مع طالبان لإخراج أولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان رشخية العربية